Hello, how are you everyone? Today we are going to talk about conditional F F الشرطية Welcome to our channel, English with Nabil Let's go to our lesson Conditional F معناها F الشرطية طبعاً F لها ثلاث قواعد سنبدأ بأول فقرة طبعاً F معناها إذا إذا حصل هذا الشيء فيوجد نتيجة لذلك إذا حدث كذا فهناك سيحدث another thing طيب نبدأ مع أول فقرة أول فقرة First conditional F اللي هي قاعدة F الأساس طيب If you study hard الآن إيش زمن هذه الجملة؟ الآن يوجد لدينا جملتين معنا If you study hard هذه الجملة أو تسمى close Another close You فراغ high marks طبعاً إذا جاءت بعد ال-if present symbol أو جملة في زمن ال-present symbol فالجملة الثانية سنستخدم will زائداً الفعل في التصريف الأول طيب مثلاً If you study hard you will get high marks سوف تحصل على درجات عالية أو مرتفعة طيب أيضاً قد نستخدم can أو may فكلاهما صحيحة ولكن الأكثر استخداماً هي will طيب مرة ثانية If you study hard you will get high marks If زائداً present symbol هذه الجملة تكون present symbol بعد ذلك يأتي السبجكت اللي هو اليو بعد ذلك تأتي will أو can أو may زائداً في التصريف الأول If زائداً present symbol بعدها فاصلة ثم subject will can may زائداً verb one اللي هو الverb في التصريف الأول طيب هنا مثال آخر If he eats طبعاً متى نستخدم eats إذا كانت present symbol وجاء مفرد كما شرحت في الدروس السابقة على present symbol فهنا eats تعتبر present symbol If he eats eats a lot he will be fat هو سوف يكون fat بمعنى سمين أو عريب طيب If زائداً present symbol زائداً subject زائداً will can may may زائداً verb الآن second conditional if اللي قاعدة if الثانية طيب نشوف الآن المثال If he won If he won the lottery he would travel all the world طبعاً هنا جاءت الجملة في زمن الباست symbol إذا جاءت الجملة بعد الف في الباست symbol يأتي subject الثاني بعدها would زائداً verb one الفئل في التصريف الأول بدون أي إضافة no i energy no ed no s no es يجب أن يكون الفئل في التصريف الأول بعد would وهنا مرة ثانية If he won the lottery he would travel all the world إذا ربح اليا نصيب هو سوف يسافر إلى كل العالم طبعاً هذه الwon هي التصريف الثاني لwin win won والثالث أيضاً would طيب هنا القاعدة مرة أخرى If زائداً past symbol good possible subject بعد ذلك يأتي would زائداً verb one الفئل في التصريف الأول طبعاً في conditional if اللي الأولى can بدل would will أو can أو may الآن بما أنه جاء التصريف الثاني أي أن الجملة في الماضي طيب If he got a lot of money he would buy a big house إذا كان لديه المال أو الكثير من المال He would طبعاً استخدمنا would لماذا؟ لأن الجملة الأولى جاءت في past symbol excellent الآن ننتقل إلى if number three third conditional if اللي الفقرة الثالثة لقاعدة if 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 he had won the lottery he would have passed the exam طبعاً إذا جاء بعد the if past perfect اللي الماضي التام طبعاً في الماضي التام يأتي معنا had زائدنا التصريف الثالث كما في المثال التالي هنا had وهنا won التصريف الثالث لwin if he had won the lottery he would have هنا نستخدم would have passed the exam he would have passed the exam good ف مثال آخر if he had got a lot of money it would have poor a big house good إذا كان لدي المال بكثرة الكثير من المال he would have bought a big house هو سوف يشتري منزلا كبيرا so فهنا جاءت بعد ال-if past perfect بعد subject بعد ذلك يأتي would have would have زائدا verb three الفعل في التصريف الثالث هذا بالنسبة للقاعدة الثالثة ل-if شكرا لحسن الاستماع والمتابعة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك الدروس الجديدة أولا بأول تمنى لكم يوما رائعا have a nice day ترجمة نانسي قنقر